اسم الواحدة بيدل على هدفها هو أن يكون فيه تواصل والتواصل ده يكون فعال كلمة شفافية معناها أنه كأني الإزاز اللي بيني وبين حضرتك هو إزاز شفاف فيش حاجة بتاعوك الرؤية أنا كمواطن قادر أفهم إيه اللي بيحصل في البلد هل الأموال اللي تاخدت مني دي بشكل مباشر زي الضرائب أو غير مباشر إتاوة ودمغة بدفع وأنا ماشي على الطريق عايزة عرف روز دي كلها تتاخد تتصرف الزيتين لأن ده حق من حقوق يعني موازنة هي حق أصيل للمواطن شخصيا وبعدين بقى نبتلين نشركه يعني اسم برضو الواحدة بيقول أنه أنت من حقك أنك تفهم حقك أنك تشارك ومن حقك كلنا مع بعض أنه احنا نطور المنظومة دي للأفضل إن شاء الله ده شيء كويس جدا بدأتوا تنطلقوا من إمتى إحنا الحقيقة بقالنا خمس سنين لكن الواحدة تم إنشاءها السنة اللي فات لليه بقالنا خمس سنين كان أول تحريك سعر البترول فكان أول مرة بنطلقوا على المواطن نقولوا على فكرة حنا وين نغير سعر المنزين فطبعا ده كان تغيير جزري أنا فاكرة كويس جدا كان ساعتها أعتقد يونيو 2014 بعد كتا ولت الأحداث طبعا لأنه دخلنا في الحقيقة سلسلة من الإجراءات زي ما حقك أشارت ليها في الأول كانت لابد منها إصلاح ليه؟ ليه إحنا بنعمل ده؟ إحنا عايزين نبني مصرنا اللي توفر فرص مصرنا الجديدة لتوفر فرص الأجيال الحالية والأجيال اللي جاي لو أنا عايز أبني البيت اللي يساع المصريين كله يبقى أنا لازم أتأكد أن الأساسات بتاعته تكون سليمة مبقاش زي كل مرة بابني كده من برة وشكله جميل وبيضه وبتاع وهو من جوة في يعني زي ما بنقول كده مشاكل كتير فالحقيقة ده اللي احنا تعرضنا له الثلاث سنين نفات طب ليه المواطن مقدرش يحس؟ لأني ببساطة أنا برمي في الأساسات فيش حد هيقدر يطلع في بيت مرة واحدة صح؟ وأي اقتصاد بحجم مصر عشان نقدر نصلحه مينفعش إن احنا نطلع السنين مرة واحدة وأي إنسان لو عايز بتدي مشوار حياته برضه تدي معلومة مهمة جدا ما بنطش فالاقتصاد لابد أن يبنى على مراحل تكون زي كده حجر أساس يدي أساسات سليمة تستحمل النقلة النوعية اللي أنا عايز أعملها في الاقتصاد بتاعي بلا وتكلم